السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أعزائي الطلاب أهلا بكم وسهلا في درس جديد من دروس اللغة العربية مدرسة الأندلس الابتدائية الخاصة للبنين الصف الثاني اللغة العربية الدروس المصورة وقيمتنا التربوية هي الحرص على المنفع وقلنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال احرص على ما ينفعك أي كن مهتما وحريصا على الشيء الذي يفيدك في الدنيا والآخرة فكل عمل نعمله لابد أن نفكر أولا هل هذا العمل يفيدني أم لا هل اللعب لفترة طويلة يفيدني أم لا واحد يقول أن هذا اللعب ينمي الذكاء وينمي الذكرة نعم صحيح ولكن هل معنى ذلك أن يكون على حساب الدراسة يكون ذلك على حساب الصلاة على حساب الأشياء الأخرى الأهم إذن لابد أن نرتب أولوياتنا من الأهم إلى الأقل أهم الشيء المهم يوضع في البداية وأهم شيء هو عبادة الله سبحانه وتعالى الصلاة أداء الصلاة قراءة قدر من القرآن ثم بعد ذلك تأتي الدراسة ثم اللعب المفيد أسأل الله أن يوفقكم جميعا التهياة ومع نشيدنا الرائع نشيد الوحدة الثانية فرقة النمل وهنا يسأل البعض لماذا فرقة النمل سنتعلم منها الكثير من الدروس والمعاني في حياتها والله سبحانه وتعالى له في كل خلق من مخلوقاته شؤون لو نظرنا إلى النمل لو نظرنا إلى النحل لو نظرنا إلى الطيور في السماء كل هذه نتعلم منها أشياء كثيرة جدا صفحة 83 افتح الكتاب واكتب عليها أيضا حفظ وهذا هو النشيد الثاني الذي سنطالب به حفظا في نهاية الفصل الذي اقترب وما بقي عليه إلا أقل من شهر كنا نلعب عند التل رحت أراقب فرقة نملي كم أدهشني ذاك المنظر سرب يشبه صف العسكر كل منها تحمل حبة تعمل بسرور ومحبة قالت أختي هي تتعاون وبواجبها لا تتهاون قلت لنا في ذلك عبرة ومن المشهد تومض فكرة قلت لنا في ذلك عبرة ومن المشهد تومض فكرة أي أننا نقذ العبر والدروس من الأشياء التي نراها ومن خلال هذا المشهد تتضح لنا فكرة يجب أن ننفذها وهي التعاون والنظام والحب أثناء أداء المهمات هنا لو نظرنا إلى هذه الصورة أسألت بعض المتميزين منكم ماذا ترى في الصورة يقول الأم جالسة ويبدو عليها علامات الغضب الولد يحمل حقيبته يبدو أنه عائد من المدرسة ومعه أيضاً ورقة في يده مكتوب عليها شهادة مدرسية ولكن الملفت للنظر أن عليها حرف علامة X باللون الأحمر وبالأعلى مكتوب التقرير المدرسي التربية الإسلامية 60 اللغة العربية 55 الرياضيات 60 العلوم العامة 65 وهذا يدل على تدني الدرجات وأيضاً هناك جهاز حاسوب إذن قد يكون درسنا عن الأم والدها عن الشهادة المدرسية عن الحاسوب عن أي شيء من هذه الأشياء سنرى إذن درسنا من دروس الوحدة الثانية التي هي بعنوان تنظيم العمل درسنا اليوم بعنوان راشد والحاسوب وما دخل الحاسوب في التقرير والدراسة سنرى افتحوا كتبكم حفظكم الله صفحة 57 وانتبهوا معي أهداف درسنا أن يقرأ الطالب النص قراءة جهرية سليمة وقلنا أن أهم هدف في هذه المرحلة هو القراءة الجهرية الصحيحة القراءة دون تلعثم أو توقف ثم ننتقل إلى الهدف الثاني والذي أيضاً يتحقق من خلال القراءة الجهرية وهو المعنى العام للنص ما الذي استفدناه من النص عما يتحدث النص ومع الهدف الأول استلم راشد تقريراً في منتصف الفصل الدراسي حول أدائه في المدرسة وتفاجأ بالخفاض كبير في درجاته كما نرى تقرير أمامنا عتبته أمه لامته وقالت توقعت تدني درجاتك لم أتفاجأ وإنما توقعت ذلك لماذا يا أمي فأنت تظل ساعات طويلة تلعب أمام الحاسوب ولا تستمع للنصيحة لا تطيع أمك ولا تسمع لنصيحتها عليك أن تنظم وقتك وتخصص وقتاً أطول للدراسة والاجتهاد ووقتاً للعب وممارسة الهوايات اقتنع راشد بكلام أمه وأخرج ورقة وهذا هو أهم ما في الموضوع أنه عندما تأثر فعل شيئاً أخرج ورقة كتب فيها قائمة بالأعمال اليومية أول شيء الدراسة وأداء الواجبات تناول طعام الغداء أداء الصلاة ممارسة الرياضة قراءة قصة ثم اللعب بالحاسوب وهو آخر شيء نظم راشد وقته بين الدراسة واللعب فأصبح طالباً متميزاً أصبح من أشتر الطلاب لأنه نظم وقته وعزم أن يتعلم وأن يستفيد من وقته الآن نريد أن نقرأ هذه الكلمات تحقيقاً للهدف را الرا بعدها ألف مد إذن نقول را شد وأيضاً كلمة الحا مد ألف السين مد الحاسوب الوقت ثم في السؤال الثاني ركب المقاطع الآتية منتصف منتصفي منتصفي قلنا أن الحرف الساكن كأنه يخاف لا يستطيع أن يكون مقطعاً بنفسه وإنما يلحق بالحرف السابق له فالنون هنا ساكنة ولحقت بالميم فأصبحت منتصفاً نركبها فنقول منتصف نأتي إلى الثؤال الثالث بما تفاجأ راشد تفاجأ بانخفاض درجاته نعم ننتقل إلى هدف الثاني وهو تحديد المعنى العام للنص من خلال بعض الأسئلة ماذا السلام راشد في منتصف الفصل رأى تقريراً حول أدائه في المدرسة كيف كانت درجاته في ذلك التقرير متدنية بشكل كبير سبب ذلك أنه كان يظل ساعات طويلة يلعب أمام الحاسوب السؤال الرابع صفحة 61 أضع علامة صواب أمام العبارة الصحيحة أو علامة خطأ أمام العبارة غير الصحيحة انخفضت درجاته راشد في منتصف الفصل الدراسي صحيح يا أستاذ نعم انخفضت كتبت أم راشد قائمة لتنظيم الوقت هل أم هي التي كتبت؟ لا يا أستاذ لم تكتب وإنما كتب هو رائع إذن لا برقاتها توقعت أم راشد تدني درجات ابنها كانت تتوقع لماذا؟ لأنه لا يذاكر لا يدرس وإنما يقضي وقته في اللعب فمن الطبيعي ألا يحصل على علامات جيدة إذن توقعت نعم خصص راشد وقتا أطول للدراسة والاجتهاد نعم صار راشد يدرس بعد اللعب بالحاسوب يلعب أولا ثم يدرس حسب الورقة التي كتبها خطأ يا أستاذ كان يلعب بعد الدراسة الآن أيها الأبطال في هذا تعلمنا أهمية الوقت واقتنام الوقت وأيضا الحرص على المنفعة ويقيمتنا فعلينا دائما أن نغتنم أوقاتنا يقول صلى الله عليه وسلم اغتنم خمسا قبل خمس منها فراغك قبل شغلك وشبابك قبل هرامك ليبد أن نغتنم وهذا نتعلم في مادة التربية الإسلامية وهنا تكامل بين المواد والغلق مع هذه اللعبة الرائعة من خلال الرابط أمامكم أو من خلال البركود تتضمن محتويات الدرس حافظكم الله ورعاكم والسلام الله تعالى عليكم ورحمته وبركاته ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر